السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أعزائي اليوم إن شاء الله عدنا نص وظيفي جديد في الأسبوع الثامن من قراسة في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الانتدائي كما قلت لكم عنوان نص الوظيفي أول درس بداية نطلب منكم أنكم تقرأوا نص قراءة جيدة ومتأنية بداية قراءة هامسة ثم قراءة جهرية ندعو بإنجاز التمارين متعلقة بهذا النص الوظيفي السؤال الأول يقول أكمل الصفة المضافة لكلمة حجرة أكمل الصفة المضافة لكلمة حجرة حجرة كنقدر نقول حجرة فسيحة حجرة فسيحة حجرة نظيفة صفة يعني كنوصف هاد الحجرة هاد الحجرة كديرا حجرة نظيفة نقدر نقول حجرة درس أفهم أين أجلس الأستاذ التلميذة الجديدة أين أجلس الأستاذ التلميذة الجديدة الإجابة غلقوا هنا أدخلني الأستاذ حجرة بها التلاميذ وأجلسني في المقعد الأول إلى جانب أصغر تلميذ إذن أجلسه في المقعد الأول إلى جانب أصغر تلميذ إذن الجواب أجلس الأستاذ التلميذ الجديدة في المقعد الأول إلى جانب أصغر تلميذ السؤال الثاني ماذا كتب الأستاذ للتلميذ الجديد؟ ماذا كتب الأستاذ للتلميذ الجديد؟ أيضا الجواب موجود في النص بدأ التلاميذ ينقلون الدرس المكتوب على الصبورة ترى كيف بدأ أول درس هكذا أبحث عن الجواب أقوم بقراءة النص مرة ومرتين حتى عشر مرات حتى أستطيع استيعابه وإنجاز الأسئلة الفهم متعلقة به ترى كيف أبدأ أول درس تمشي الأستاذ ببطء حتى وصل إلى مقعدي وكتب فيه دفتري أحب ما درستي أحب ما درستي هذا ما كتبه الأستاذ للتلميذ الجديد إذن كتب الأستاذ للتلميذ الجديد أحب ما درستي كتب الأستاذ للتلميذ الجديد أحب ما درستي ننتقل لأفكر أتحدث عن اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى المدرسة هنا هذا الإنجاز سيكون لكم يعني كل واحد فيكم ستحدث عن أول يوم له في المدرسة كيف أمر كيف أمر عليه أول يومين في المدرسة يعني كل واحد فيكم غاي يكون مختلف على الثاني وغايت تحدث على أول يوم أي وصفوه كيف أشتعرف على الأصدقاء والزومة لأديرو في القيسم كيف أشتعرف على الأستاذ ديالو إلى آخر هذا التمرين لأنه متعلق بكم إذا أنتم اللي غا تنجزوا نخلي لكم يعني هات التمرين تنجزوا وكتبوا لي في التعالق إذا كان ممكن الأم أو الأب ديالكم يكتبوا لي في التعالق شنو درتوا بالنسبة لهذا السؤال لأنه في شوية ديالتعبير لازم أنكم تشتغلوا عليه الرأسكم في النص جملة تدل على تشجيع الأستاذي للتلميذ أقرأها في النص جملة تدل على تشجيع الأستاذ للتلميذ هاي موجودة في الفقرة الأخيرة أصدقائي عاد الأستاذ وألقى نظرة على ما كتبته فاشتد خفقان وقالبي يعني قلوبدك يترب بزاف ربت على كتفي ثم قال لي حسنا قريبا ستتعلم هذه هي الجملة التي تدل على تشجيع الأستاذ للتلميذ قال له حسنا قريبا ستتعلم إذن الإجابة هي هذه الجملة التي تدل على تشجيع الأستاذ للتلميذ هي حسنا قريبا ستتعلم انتقلوا للأنجز أحول نظرة إلي مبتسما أنت أنت هنا إذا شنو شنو ضمير الغائب هو هو نظرة إلي مبتسما أنت أنت نظرت أنت نظرت إلي مبتسما أنت نظرت إلي مبتسما أنت مخاطب عندنا المخاطبة نسمنا المخاطب عندنا المخاطبة أنت نظرت إلي سوف نقول أنت نظرت إلي مبتسما نحن نخاطب فتاة في هذه الحالة إذن أنت نظرت إلي مبتسما مبتسما إذن أنت نظرت إلي مبتسما أنت نظرت إلي مبتسما أقرأ وأجيب بأفعل أو لا أفعل أكتب قبل أن أفكر في الجواب أكتب قبل أن أفكر في الجواب واش نكتب مثلا عندي وحدة المجموعة دي الكتامارين نكتب الجواب قبل أن نفكر فيهم زيان طبية الحال لا أفعل وهنا يمكن لكم ديروا أيضا كروة بلس ما تكتبوا لا أفعل ديروا وحدة العلامة أتكلم بأدب مع الذي أتحدث إليه أتكلم بأدب مع الذي أتحدث إليه طبية العال أفعل يجب علي التحدث بأدب مع أي شخص أتحدث إليه سواء كان صغير أم كبير إلى هنا أصدقائنا قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر